تتواصل فعليات معرض ضمنهور للكتاب في نسخته السادسة تمتد فعليات المعرض خلال الفترة من السادسة والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى الخامس من أكتوبر المقبل يشارك بالمعرض أكثر من ثلاثين دار نشر وتتضمن الفعليات العديد من العروض الفنية والندوات والورش افتتاح معرض ضمنهور للكتاب في نسخته السادسة الذي تنظمه مكتبة مصر العامة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات خلال الفترة من السادس والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى الخامس من أكتوبر من عام ٢٠٢٣ وسط حضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة تشارك الهيئة العامة للكتاب في المعرض بنحو ألف وخمسمائة عنوان من إصداراتها المختلفة أنا جاي بسعر لكتب رواية معينة فأنا بحب شرولس ديكنز فجاي أضع الرواية بتاعته بالذات وكتب اللي هي مثلا ممكن تنميك تنميك نفسيا مهتم جدا بالروايات ومتابعة الرواية ويتضمن المعرض في نسخته لهذا العام العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من ثلاثين من دور النشر إلى جانب مبادرة ثقافة والفن للجميع التي تقدم كتبا بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها كما يشهد المعرض تقديم العديد من العروض الفنية والندوات والورش التي تستقبل البراعم لتشجيعهم على الإبداع والتمييز جيت للمعرض السنة ليش أنا أحضر دورة الزكاة الاصطناعي ودورة الزراع جيلا المعرض كان فيه كتب كتير السنة اللي فاتت كانت حلوة واشتريت منها حاجات كتير السنة اللي فاتت وفعلا المعرض كان مليان كتير السنة اللي فاتت كانت حلو جدا معرض ضمنهور للكتاب يأتي في ظل حراك كبير تشهده مصر على الصعيد الثقافي في ضوء تبني الدولة استراتيجية بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب ولا سيما ما يتعلق بتلمية وعيه من خلال القراءة باعتبارها أهم مصادر الارتقاء بالعقل والوجدان اشتركوا في القناة